اهلا بكم الى موجز اخبار الان بارك رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد الاحد الشعب العراقي والمقاتلين بتحقيق النصر الكبير في مدينة الموصل وذلك في اثناء وصوله الى المدينة التي تم تحريرها بالكامل من قبضة داعش وفي الاثناء وبينما وصلت قوة خاصة الى ضفة نهر دجلة اخر معقل للمتشددين في المدينة القى مقاتل داعش بانفسهم في نهر دجلة محاولين الفرار من الاجهزة الامنية وفق ما ذكر المتحدث باسم الجيش يحيى رسول افاد مصدر محلي في محافظة نينة واليوم بان تنظيم داعش عد مدينة تلعفر غرب الموصل المقر البديل لما يسمى بدواوينه الرئيسة في حين اقر بخسارته اخر معاقله في مدينة الموصل قال المصدر في حديثا للسومريا نيوز ان تنظيم داعش اصدر منشورا مقتضبا وسط تلعفر غرب الموصل حمل مضمون ان جميع دواوين ما يسمى بدولة الخلافة تمارس اعمالها عبر مقرات بديلة من تلعفر وهو مؤشر اخر على انكسار التنظيم في سوريا دخلت هدنة وقف اطلاق النار في جنوب غربي البلاد حيز التنفيذ اليوم في حين نفثت قوات الاسد قصفا متقطعا على تلك المناطق احسناشطون ثلاثين قذيفة وبرميلا متفجرا على المنطقة كان لمحافظة درعا القسم الاكبر منها واكد المرصد السوري لحقوق الانسان سقوط ستة او ست قذائف في تل المال وعشرة اخرى بمنطقة اللجات تصدرت محافظة درعا حصيلة البراميل المتفجرة التي القها نظام الاسد على مناطق الوعارضة خلال النصف الاول من العام الجاري وفي تقرير للشباقة السورية لحقوق الانسان اليوم بلغ عدد البراميل المتفجرة اربعة الاف ومائتين واثنين وخمسين برميلا ذكرت مصادر محلية لاحد ان ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن اغدمت اكثر من عشرين من افرادها بسبب هروبهم من المواقع التي جرى تطهيرها في مديرية السرواح بمحافظة مأرب وسط البلاد الشهر الماضي واشرت المصادر الى ان من بين الاشخاص الذين جرى قتلهم الشيخ محمد الباردة احد مشايخ خولان مسور اندلعت اشتباكت مجددا في شوارع هامبورغ الالمانيونية صباح اليوم بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين واشرت الشرطة الى انها نفذت اعتقالات جديدة متحدثة عن اصابات في صفوف عناصرها تواصل فرق الانقاذ عملياتها لاجلاء ناجين من مناطق نائيا في اليابان بعد ثلاثة ايام من اشتياح فيضانات مدمرة اسفلت عن سقوط ثمانية عشر قتيلا اصرح الناطق باسم الحكومة ان نحو 12 الف رجل انقاذ ما زالوا يعملون لمحاولة العثور على ناجين الى اللقاء اشتركوا في القناة